وصفتنا النهاردة هي فطاير حلوة الفطاير دي بدون فرن ومحشية بحشوة الشوكولاتة الكذابة طعمها لزيز جدا تنفع كفطار وكمان كعشة وكمان كسحور لرمضان وهشة جدا وخفيفة خالص وكمان مكوناتها بسيطة جدا اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة معانا كوباية من الحليب الحليب دا يدوب دافي هنضيف على الحليب 5 جرام من الخميرة الفورية الكيس دا بيكون 10 جرام فعشان كده هنضيف نص بس وكمان هنضيف معلقة كبيرة مليانة سكر ونقلب السكر والخميرة مع اللبن كويس جدا ومعانا كمان بيضة بدرجة حرارة المطبخ هنضيف عليها كيس من الفانيليا ونخفقها شوية بمعلقة او بشوكة بعد كده نضيفها على خليط اللبن والخميرة وبرضو نقلبهم مع بعض كده بعد كده هنضيف باقي المكونات معانا كمان ربع كوباية من الزيت نقلبه برضو مع المكونات شوية بعد كده نضيف الديق معانا 3 كبات من الديق هنضيفهم بالتدريج هنضيف الاول كبايتين ونص وننخلهم كده بالشكل ده بعد كده نضيف على الخليط نص معلقة من البيكنج بودر ونص معلقة من الملح كده ضيفنا كوبايتين ونص من الدقيق او كوبايتين وربع دلوقتي هنضيف نص معلقة من الملح وكمان نص معلقة من البيكنج بودر والمعلقة دي صغيرة بعد كده هنقلب وهنشوف الخليط ده اذا محتاج باقي كمية الديق ولا لا احنا بنضيف الديق بالتدريج لان انواع الديق بتختلف مع بعضها في ديق بيكون لي عرق ودقيق لا فعشان كده بنضيف الديق للكباية الباية بالتدريج هنقلب العجين ده بالشكل ده شايفين هو لسه سيل جدا يعني محتاج دقيق كمان انا معايا اخدت 3 كبايت كاملة وممكن ناس تانية ياخد 3 كبايت اللي ربع وممكن كمان ياخد 3 كبايت وربع هنقلب العجين بالمعلقة شوية بعد كده نعجنها بادينا والعجينة يا دوب بتكون ملزقة في الاين بعد كده هنشيل العجينة من طبق العجن ونحط في طبق العجن شوية زيت حوالي معلقة وندهنه كده بفرشة بالشكل ده ونرجع العجين للطبق تاني وكمان نحط حوالي معلقة زيت فوق العجينة وبرده ندهنها بالفرشة يعني نغلف العجينة كلها بالزيت بعد كده نفتح كيس تلاجة ونغطي العجينة بيه وكمان نغطيها بفوتة او بقماشة ونسيبها تخمر حوالي نص ساعة انا بحطها جنب الدفاية عشان تخمر كويس وده شكل العجين شايفين حجمه تضاعف بالشكل ده وخمر كويس جدا دلوقتي هنفرغ الهواء من العجينة بالشكل ده هنشيلها ونكورها يعني نعملها على شكل كورة الى حد ما بعد كده نقطعها بنصين بالشكل ده بيسكينة او بقطعة البذاء ودلوقتي هنفرد كل نص الواحده برضو هناخد نص العجينة بالشكل ده ونعملها زي كورة كده مثلا ونحطها على الرخامة او على المفرش السيليكون وهي ما بتلزقش خالص بعد كده نفردها بالنشابة على شكل دايرة لو لقيتوا العجينة بتلزق في الرخامة او في المفرش رشوا رشة خفيفة جدا من الدقيق بعد ما نعملها دايرة بالشكل ده هنقطعها لتمن قطع بالشكل ده شايفين العجينة ما بتلزقش خالص ولا في المفرش ولا في القطع بعد كده هنعمل النص التاني بنفس الشكل ونرس العجينة كده على المفرش او على صانية هي عملت معانا 16 كطعة بعد كده نغطيها بكيس وكمان نغطيها بالفوتة ونسيبها كمان نص ساعة او ساعة الى تلت لحد اما تخمر وحجم العجينة يتضعف وده كده شكل العجينة بعد اما خمرت شايفين اتنفخت ازاي؟ عشان كده بنحطها بعيد عن بعض بعد كده في حل على نار متوسطة هنحط فيها حوالي كوباية من الزيت ونسخن الزيت بعد كده نهدي النار خالص بعد كده ننزل بالعجينة بمسلسات الفطاير عشان تتحمر ممكن تشيلوها بأيديكو وممكن تشيلوها على السكينة بتاعة البشاميل عشان هي بتكون حساسة جدا وبتلزق في الايد وزي ما قلتلكو النار بتكون واطي خالص واول ما تحمر من الجهة اللي تحت نقلبها على الجهة التانية عشان تحمر هي كمان وممكن كمان نقلبها مرتين يعني على كل جهة مرتين عشان تحمر كويس جدا واول ما توصل للون الدهب ده بنشيلها من الزيت على طول ونحطها في مصفى تصف الزيت الزيادة كده انا حمرت كل جمية الفطاير هوريكو ازاي تحشوها بمنتهى السهولة شايفين الفطاير خفيفة جدا وشكلها كمان حلو جدا بنفتح الفطيرة بالشكل ده بسكينة من الجنب كده بنعمل فيها فتحة بالشكل ده وبنجيب الشوكولاتة الكدابة انا هسيبلكو طريقتها تحت الوصف طريقتها سهلة جدا عبارة عن لبن بارد وزيت وكاكاو وسكر بنضربهم في الخلاط لحد ما يتقلوا بيكونوا بالشكل ده دلوقتي بنجيب سرنجة او كيس تلاجة بس السرنجة بتكون اسهل ونملاها بالشوكولاتة الكدابة بالشكل ده بعد كده بندخل السرنجة من قدام في الفتحة اللي عملناها بالشكل ده ونضغط عليها ونملاها بالشوكولاتة كده شايفين الطريقة سهلة جدا وسريعة جدا وكمان الشوكولاتة ما بتخرجش منها ابدا ودي كمان واحدة هفتحها بالسكينة كده بالشكل ده بعد كده احط فيها الشوكولاتة بنفس الطريقة وهكذا لحد ما كل الكمية تخلص وممكن كمان ارش على الفطاير شوية سكر ممكن سكر حبيبات وممكن سكر بدرة ودي شكل الفطاير بعد ما حشتها شايفين من جوه عاملة ازاي شكل الشوكولاتة من جوه حلو جدا وكمان ما خرجتش خالص منها وكمان شكل العجينة جميل جدا وكمان طعمهم حلو قوي وما بتاخدش مننا اي وقت خالص وسهل او سريع وكمان طعمها حلو جدا تنفع كفطار او كعشة وكمان كسحور لرمضان وكل عام وانتم بخير ترجمة نانسي قنقر